اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موضوع بيهم كتير قوي او فئة كبيرة قوي من الناس وحتى الناس اللي ما عندهمش هشاشة مهتمين بالموضوع وخافين لا يجيلهم هشاشة الهشاشة اسمه منتشر في مصر بهذه الطريقة لكن في بعض البلاد الاخرى العربية ساعات يسمى ترقق العظام او يسمى وهن العظام وفي كل البلاد هو اللص الصامت هو اللص الصامت لماذا سمي بهذا الاسم ان شاء الله سنوضح في الحلقة بتاعتنا التعريف الهشاشة بتاعة العظام ببساطة شديدة هو ده مرض بيصيب العظام وبيجعلها اكثر رقة واقل في السماكة بتاعتها واكثر مسامية وهشة وعرضة للكسر هو ده معنى كلمة هشة يعني عرضة للكسر فهشاشة العظام هي انها اكثر تعرضا للكسر طيب يعني دايما مرض تاني بيشتبه مع هشاشة العظام ويبقى الناس مش قادرة تقول هي ترى اللي عندي ده هشاشة عظام ولا لين عظام الحقيقة المرضين الاثنين قريبين من بعض قوي في النتائج ولكن مش قريبين في الاعراض ولا قريبين في التشخيص ولا قريبين في طريقة العلاج عشان كده لازم يكون في التفريق ما بين المرضين يكون واضح الحقيقة دورت كتير ازاي اقدر اقرب الموضوع للمشاهد لقيت طريقة ارجو انها تنال القبول باذن الله اذا قلنا واحد بنا بيت بعد ما بنا البيت عملوا ولياكن على عشرين عمود في كل عمود عشرين سيخ حديث كده لن كل ما هو بيرتفع بالبيت بالادوار وهكذا المفروض ان العدد الاعمدة وكمية الحديد داخل الاعمدة تتحمل هذا البناء طيب اذا جه هو ساب نفس عدد الاعمدة ورح مقل للحديد بدل ما هم عشر اعواد في كل عمود بدل ما هم عشرين خلاهم عشر يبقى كده الشكل العام ما زلزم هو التخانة بتاعت العمود قدامي هي هي العدد الاعمدة هو هو لكن كمية الحديد اللي موجود جوه العمود قلت للنص طيب ولو جي واحد تاني لا ما عملش كده ساب في كل عمود هم هم العشرين العشرين عود من الحديد وبنفس التخانة طبعا طيب بس خلا بدل عدد الاعمدة عشرين خلاهم عشر الحالتين دول هم بالزبط الفرق ما بين لين العظام وهشاشة العظام هشاشة العظام قدامي عدد الاعمدة واحد ولكن كمية الحديد اللي موجود جوه قلت تمام؟ عدد الاعمدة موجود زي ما هو لكن كمية الكالسم اللي موجود عفوا دي لين العظام اذا كمية الحديد اللي موجودة بالنسبة للعمود قلت فده لين للعظام الشكل العام واحد لكن كمية الكالسم اللي موجودة فيه قليلة فالعظمة تبقى ضعيفة لكن الشكل العام كويس ترقق العظام النسبة واحد النسبة واحد هي هم نفس الكمية الكالسم نفس كمية الحديد نفس كمية الحديد الموجودة في كل عمود لكن عدد الاعمدة قل إذن فقل عدد الأعمدة أورقة كثافة العظام باحتفاظها بنفس لو خدنا مقطع نلاقي نفس نسبة الكالسام لكن كمية الأعمدة دي قالت شوي فهو ده الفرق ما بين لين العظام وهشاشة العظام بمعنى إن إذا كان عيان مشكلته هي إن الكالسام اللي بيدخل جوه جسمه للعظام قليل ما عندوش امتصاص للكالسام سواء لنقص في فيتامين دال أو لمشكلة في امتصاصه فهنا العيان ده حيشتكي في الكبار لين العظام وفي الصغيرين بنسميه الكساح كويس؟ لكن لو هو في حالة هشاشة العظام اللي بيحصل إنه هو الكالسام نسبته بتتسرق من العظم تدريجيا والعظم بتبتدي ترق 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 بدل ما هي تخانتها مثلا سنتي تبقى تخانتها 8 ملي 7 ملي 6 ملي وهكذا فتبقى أكثر قابلية للكسر طيب إيه أهمية الموضوع دوت وهل المفروض إنه كل الناس تهتم بيه ولا لأ؟ الحقيقة إحنا بنضرب مثال بنقول مثال بالشعر الأبيض إذا جالنا واحد عنده أكتر من خمسين سنة وبعدين عنده شعر أبيض في راسه هل دوت حاجة تقلقنا ونقول لا ده لازم الرجل ده يتعالج؟ لا طبعا ده شيء طبيعي وده طبيعي بالنسبة لسنه وإنه بداية وجود شعر أبيض في راسه في السن ده أمر مقبول لكن لو جالنا شاب أقل من عشرين سنة وبدأ يطلع له شعر أبيض في راسه هنا الناس كلها بتقلق يقول لك فيه حاجة غير طبيعية دور على علاج لأن هنا حصل للشخص ده هو حاجة مش الطبيعي إنها تحصل له في سن المثال ده بيدخلني إلى أنواع هشاشة العظام هشاشة العظام نوعين نوع طبيعي بالنسبة للسن زي الشعر الأبيض اللي بييجي بعد سن الخمسين والنوع دوت نوع حميد ولا خف منه والحمد لله هو ده النوع الأكثر ده اللي موجود في معظم الناس ونوع تاني وهوش حميد النوع اللي ييجي بادري في سن قبل سن الأربعين سنة أو قبل سن الخمسين سنة ونبتدي نظهر أعراض لها شاشة العظام هنقولها بعدين ده شيء غير طبيعي لأن ده مش السن اللي المفروض يظهر فيه هشاشة العظام وده اسمه النوع الثانوي وده النوع الأكثر خطورة وده النوع اللي يستحق العلاج الحقيقة نسبة انتشار المرض هو منتشر خاصة النوع اللي هو الأولي اللي هو الطبيعي بالنسبة للسن فهو منتشر النوع ده هو المفروض أن نحن نبتدي تشخيصه في بعض الناس اللي نحس أنه عندهم بعض الحاجات اللي تشجع على وجودها شاشة العظام زي ايه؟ واحد مثلا عنده عامل وراثي في عيلته يعني كان عندهم شاشة العظام واحد قليل الحركة قليل التعرض للشمس عاداته اليومية وعاداته الصحية مش متناسبة مع الشخص اللي هو ده الصحة الجيدة يعني ما بيمرسش رياضة ما بيتعرضش للشمس ما بيخرجش وينزل كتير الستات اللي بيقعدوا في البيوت كتير خاصة الكبار دول بيبوا أكتر عرضة لهشاشة العظام وعفوا معنا اتصال تفضل معنا أم يوسف من الغربية وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ألم عند الركبة ألم عند الركبة ألم عند الركبة ومراقضة كتير أحس بوجة في رجل في كعبة رجل من تحت والكعب في نفس المكان في نفس الناحية يعني الركبة والكعب في نفس الناحية اه الركبة والكعبة في نفس الناحية سيادتك عمرك قديه يوم يوسف 22 22 سنة والتشكوى دي بقالها قديه بقى لها حوالي 8 شهور كعبك بوجاعك وسايبها آآ 8 شهور كعبك بوجاعك وسايبها آآ 8 شهور كده ما بجعف كتير بس بقعد بجعف كتير بقعد حاجة في المطبخ ومعدا نعود هل ساتك بتطلع لسلال كتير بطلق آآ طيب ألام الكعب أكثرها بالنهار ولا بالليل بالنهار والليل بالنهار والليل لا أجمشي لا أجمشي بيحسني بجعني أمقعد تمام ساتك ما أخدتيش أي علاجات للموضوع ده لا لا أخدتش خدت حقا وبعدا بطلتها طيب نرد عليك إن شاء الله أم يوسف كانت بتقول إن هي عندها ألام في الركبة والكعب الحقيقة ممكن لتنين يبقوا مرتبطين ببعض وممكن ما يكونوش مرتبطين ببعض الركبة غالبا هيكون سببها اللي هو المجهود الزيادة وطلوع السلالم كتير خاصة إنها يعني سنها لسه صغير بدل إن إحنا نقول لها إن يكون فيه خشونة دلوقتي بس هي المشكلة هي ما عملتش أي فحوص ممكن تساعدنا في الربط ما بين الشكوتين لإنه ممكن يربط ما بين الاثنين وجود ارتفاع في حمض البوليك في الدم اللي هو مرض النقرس الحالات اللي زي كده بيكون عندها ارتفاع في حمض البوليك وبيكون ارتفاع في سرعة الترسيب والحالات دي إن شاء الله سهل علاجها وهي ما يصحيش تسيب نفسها تمن شهور لإن الموضوع ممكن يبتدي في الأول بالركبة والكعب وبعد كده يمتد إلى بقية الأنسج مبدئيا مطلوب منها إنها تشرب ماء كتير تعمل طبعا التحليل اللي احنا قلناها ديت وتستشير يعني أي حد من زميلنا أو كده يعني شوف يتعامل مع التحليل ديت وربنا يجعل شيفة إن شاء الله نعود إلى موضوعنا طيب إيه هي بقى أعراض هشاشة العظام الحياة المفاجئة الكبيرة جدا إن هشاشة العظام ملهاش أعراض هو اللص الصامت مرض بلا أعراض إما للألام والشكوى اللي الناس بتشتكيها من المفاصل والظاهر والكلام ده وتتشخص على إنها هشاشة عظام الموضوع ده هو مش هشاشة يعني اللي بيشتكي منه الألم حاجة من اتنين يا إما التشخيص أصلا مش هشاشة عظام وممكن يبقى لين عظام اللي احنا قلنا عليه من شوية وده مؤلم وده مش مؤلم قاليني العظام مؤلم وهشاشة العظام مش مؤلم يا إما القصة إنه هشاشة العظام أصبحت درجة متقدمة جدا وبدأ يحصل مضاعفات لهشاشة العظام من بعض الكسور المايكروسكوبية زي شعرة الراس يبقى شرخ بسيط قوي في العمود الفقري أو في المفاصل أو عند أطراف العظام ودي تبتدي تعمل ألام ولكن هتبقى الألام في الحالة دي هتبقى ألام مفاجئة فيجب أن احنا نفرق ما بين هشاشة العظام ولينا العظام وإحنا وإحنا مشيين مع بعض هنبتدي نوضح الفرق ما بين الاثنين معانا اتصال الأستاذ وليد من الفيون وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته زكا دكتور الحمد لله يا حضرتك معاني من ظهري بقى لي حوالي 11 سنة عمرك قدي يا أستاذ وليد؟ عمري 28 ونص 28 من ظهرك بقالك؟ ظهري وبعد كده مسك جسم كله يعني حوالي العظم كله عمده بقاله قدي يا فاندم؟ بقال 15 سنة دلوقت أنا عملت أشعب رانين وكل حاجة طبعا ما بيانيتش رانين أي حاجة ظهرك ده أسفل الظهري يا أستاذ وليد؟ لا في الفقرات الصدرية الفقرات الصدرية؟ أكتر حاجة تمام طيب 11 سنة شاكوا في الفقرات الصدرية هل حد من الصدرية الصدرية وكل عمدت أنا دكتور حالي تبادى العالم يمسك عظم كله أيوة لكن بدأ في الصدرية وامتد معاك فترة طويلة وبعدين بدأ يظهر في الفقرات أو بقية الجسم أيوة والعظم كده بيجعل كله أستاذ وليد انت بتاخد أي أدوية لأمراض تانية؟ لا لا خالص خالص طيب هل عند حضرتك عفوا هل يوجد أي تقوص أو انحناء في الظهر؟ أيوة فيه تقوص يا دكتور تقوص في الفقرات الصدرية؟ فيه أيوة الظهر في الأشعب تمام طيب شكرا يا أستاذ وليد والوزن يا دكتور زايد أفندم؟ الوزن 105 الوزن زايد 105 كتير طولك قد إيه؟ طولي 170 170 كتير شوية طيب ماشي حاضر حاضر الأستاذ وليد الحالة بتاعته الحقيقة فيه حاجة في العمود الفقري اسمها تقوص أمامي أو تقوص جانبي وأغلب الظهر ده هيبقى تقوص أمامي زي ما هو قال يعني التقوص الأمامي هو من الحاجات اللي فيها شوية عامل وراسي وهي غالبا مش من 11 سنة كمان من أكتر من كده لكن هو ربما لاحظ الموضوع من 11 سنة أو بدأت تظهر الألام من 11 سنة يعني كان سنه مثلا 17 سنة هي بتظهر بدري عن كده وبيبقى التقوص دوت إذا ما تعليكش بيبتدي يزيد يزيد وعند سن 17 سنة اللي هو بيقول عليه دوت لما بدأت الموضوع يبقى زيادة أوي ويبقى فيه وزنه يزيد بدأت التحميل على الفقرات يزيد فبدأت تظهر الأعراض بدري طبعا المفتاح في حالته أول حاجة لازم يقل الوزن بشكل كويس أوي يوصل إلى الوزن المثالي بالنسبة لطوله طوله 170 فهو المفروض لو طرحنا 110 ده على يعني لو هو الشخص الرياضي فيبقى 60 وإذا طرحنا 100 بس عشان ما نتقلش عليه يبقى 70 فهو يعني المفروض يبقى وزنه في حدود 70 كيلو ما زيتش عن 75 كيلو لأنه هو زيادة الوزن دي من الحاجات اللي هتخلي عنده دايما ألم في فقرات الظهرية كمان انتقال الألم من الظهر إلى بقية الجسم عادة هو مش هيبقى مرتبط بقصة الفقرات ولكن دايما بيبقى العذر اللي بنقول للمرضى إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسم إذا الميكانيكية بتاعة العمود الفقري معتمدة على شكله فإذا كان العمود الفقري منتصب وواقف وفيه اللي هو الكيرفات الطبيعية بتاعة الشخص الطبيعي في الحالة دي حيبقى المريض أو الشخص العادي حيبقى ما عندوش أي ألام متوزيع الوزن متوزع على رجليل اتنين متوزع بطريقة سليمة وهكذا لكن هو غالباً هيكون المشكلة هنا هو يعني عدم توزيع الأحمال بشكل كويس سواء لزيادة الوزن أو للتقاوس الموجود عنده بيخلف ألام في بقية المفاصل لكن الحالة دي محتاجة للعرض معنا تصوى الأختمونة من الشرقية نفضل يا أختمونة أختمونة من الشرقية يا أختمونة طيب نرجع لموضوع هشاشة العظام الأخ وليد على فكرة بالمناسبة لما ظنين جاءت الأختمونة تاني طيب أختمونة من الشرقية وعليكم السلام ورحمة الله حشاشة عظام عندي كم سنة عندي 44 سنة يا دكتور 44 سنة هشاشة العظام دي من إمتى يا أختمونة طيب بس بس من راح اسمعيني بس طيب طيب اسمعيني أنا مش سامعك أنا مش سامعك أنت بتقولي بسرعة نعم اسمعيني بقى لو سمحتي حضرتك 44 سنة الشاكوة بقالها أدي إيه بقالي أنا أكتشفتها شرقا من خلال إحنا الهدف عفوا الهدف من الاتصال أنا مش هعالك حد بالتليفون ولكن الهدف بس اسمعين يا أختمونة وبعدين بأخذ علاك كتير أختمونة اسمعيني من فضلك الهدف من الحلقة هو تثقيف طيب أنا اسمعك أنا بقى طيب قوليهم كلهم تاني وأنا حسمعهم وحكت بوراكي وبقول بعد ما تقفلي قولي حضرتك تاني من فضلك أنا أشتكل حضرتك بقولك أن أنا عندي بقالي هشاشة عزام من زمان خالص بعدين نتيجة نقص هرمون اللي هو الاستروجين تمام وبعدين الهشاشة دي يتعندي جمدهم السرع العدم والحض الحض بتاع المصف بتاع الحض دوت والأعدة من وراء تعبانة خالص يا دكتور عملت كل ماعمل أشاعة تطلع مثلا أشاعة فيها مثلا أشاعة فيها مثلا أقولك التهبات أو من الهشاشة ويقول لها سيسا ما بتروحش ما بتضعش وبقالي خمس سنوية دكتور بعاني وبعاني وباخد أدوية وإعلاج على طول باخد بزفانس وباخد خالس يوم وباخد حاجات كتيرة دكتور ومفيش فايدة وكل سنة بعمل فحص لها الأشاعة بتاعة الأشاعة بتاعة الأشاعة ديتة اللي بعملها كل سنة بعملها يا دكتور وألاقي برضو نفس النتيجة هي إياه طيب سؤال انت ليه عندك هرمون الإستروجين ناقص يا أخت مونة فهل هل هي تتعالج ولا هي الدنفد تتعالج إن شاء الله أخت مونة ما هو سبب ناقص هرمون الإستروجين عندك هل شايل المبيض حضرتك طب ماشا طب ماشا هل دوت أنا مش هدرس معك فهنا عفين موطيها طب فيه سؤال تاني حضرتك عاصف تقلولي يا أخت مونة يا أخت مونة نعم من فضلك حضرتك ليه هرمون الإستروجين عندك ناقص حضرتك هل شلت الرحم قبل كده ألو لا المبيضين عفوا شلت المبيضين المبيضين عاملة استقصار للمبيضين عاملة بقالك قد إيه أه من إمتى من إمتى من سنة من عشرين سنة نعم عشرين سنة طيب أنا متشكل خلاص فيه سؤال تاني حضرتك طيب الاتصال انقطع أنا سعيد بقى أن اتصال الأخت مونة هو متصل بموضوع الحل هنستفيد منه أنه إحنا هندخل دلوقتي علشان نختصر لها المشوار إلى أسباب هشاشة العظام وإحنا كنا بنقول اللي قلنا في الأول أنه ممكن يكون من ضمن الأسباب أسباب ورسي ده سبب من ضمن الأسباب وهو سبب نقص هرمون الإستروجين في السيدات قبل معاد لأن هرمون الإستروجين الطبيعي أنه يقل عند سن الخمسة أو أربعين سنة أو اللي هو انقطاع الطمس أو سن الياس عند السيدات ناخد اتصال وحارجع تاني للأخت مفضل الأستاذ سحر أيها فنم السلام عليكم وعليكم السلام لو سمعت يا دكتور أنا كنت عاملة ولسه قياس هشاشة قريب عاملة إيه فنم قياس هشاشة قياس هشاشة اللي هو في الكعب ولا اللي هو بتعمل على الحوض والضهر على الضهر تمام طلع عندي نسبة هشاشة الجزء السفلي من الضهر الجزء السفلي من الضهر في العبود تمام تمام الدكتور كتاب لي حقا بتتخذ تحت الجلد اسميها تمام تمام مايكل قاليها المت وحدة دي تمام بتتخذ تحت الجلد تقريبا تمام المشكلة أن أنا كشفتي تاني وعملت رانية أنت دكتور تاني قال لي من عندك ضغط بين الفقرة الرابعة وفقصة ودول ضغطين على العضروف وده اللي عامل لك القلم مش لها شاشة تمام أنا مش عارفة الوقت أكمل هل أجل هشاشة ولا أعمل السؤال عمر حضرتك قد إيه أنا عندي 38 سنة 38 سنة هل عندك مشاكل قبل كده طبية حاجة بتتعالج منها أو كده مشاكل إيه طبية هل عملت استقصال الرحم أو بتاخد كورتيزون أو أي مشابة لا أنا عملة ربط مبايد ربط مبايد لكن مش استقصال آه لا مش استقصال تمام طيب نسبة الهشاشة اللي طلت عندك في الأشعة دي فان هي نسبة بسيطة الدكتور كان قالي إنها نسبة بسيطة 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 لأن السن لسه ما يقضلت إنها تكبر عن كده خلاص أنا متشكر وإن شاء الله موضوعك هرد عليه وهو متصل بموضوع الحلقة ودي يمكن ده أهم اتصال هرد عليه إن شاء الله طيب الأخت أمو محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا رب آمين حبيبك أنا كنت عامل أشعة رامين من حوالي أسبوعين كده أيوة وطلع عندي غضروف الفترة الخمسة تمام وعملت برضو سحلين طلعا سوية الترتيب 24 بعد ساعة 55 بعد زعتين حل بالموضوع دكتور كتاب لي على على حاجات كتير أوي بس برضو مش مرتاحة يعني في الأدوان أنا باخدها دي هو حضرتك كتاب لي بيتو فليكت أيوة طيب هل في عند حضرتك أعراض عصبية يعني هل مثلا فيه في الرجلين تنميل أو خدلان ألم بس ألم فين بقى حضرتك الألم من بداية الحط لدى حضرتك للرجلي بتاحت كلها طب مدة العلاج لستك أخدتها أدي أي مدة العلاج أدي أفن هو حضرتك أعطاني علاج شهر أنت أخدت عليك شهر دلوقتي أنا أخدت دلوقتي بقى 14 يوم هو عطاني علاج لمدة شهر طيب سيدك لبست حزام سند الفقرات لا لا لم أخدت أي حاجة تاني غير الأدوية أم محمد وزنك زيادة شوية هو ممكن يكون زيادة بس مش بزيزة كبيرة يا طيب هل حرك مجهودك عالي شوية بتشتغل بتشيل تقيم الجلسة بتاعت الكمبيوتر مريحة كتير بيبقى احنا عادين على الكمبيوتر ومش واخدين بالنا خاصة في الجو الحارض هو تيبقى ورايا مروحة أو مكيف تمام طيب حاضر حرد على حضرتك حضرتك الكتر المقويات والفيتامينات دي ممكن يؤثر على الحاجات لا حضرتك ممكن تاخدي منها مقويات العظام والأعصاب دي مفيش منها ايه مشاكل شكرا شكرا طيب نرد على الأخت مونة والأخت سحر في الاتصال بتاعه الأخت مونة عندها سبب لنقص الاستروجين في جسمها وهو استقصال المبيضين من 20 سنة في نفس الوقت السبب ده يعتبر من أهم الأسباب اللي بتؤدي إلى الهشاشة الحقيقية ودي هنا اسمها هشاشة سانوية وإذا أخذنا الأخت مونة حتى بكل مواصفات الحالة كمثال هي عمرها دلوقتي 44 سنة ففي سن 24 سنة عملت استقصال للمبايد استقصال المبايد في العمر ده هو طبعا بدري أوي هو المفروض إن لو ده حصل المريضة دي بتاخد استروجين لحد ما توصل لسن 45 سنة زي أي ست اللي هو سن انقطاع الطمس إذا عملنا كده بنقال الكتير أوي من الأعراض اللي ممكن تحصل أو من هشاشة العظام في نفس الوقت لازم تاخد كالسام وفيتامين دال عشان يساعد على التمثيل الطبيعي للكالسام في الجسم غالبا ده ما حصلش أو غالبا هي نصحت بي وما كانتش ملتزمة فيه بالدرجة الكافية عشان كده بدأ يقل عندها الهرمون دوت هذه المريضة في كل الأحوال هي محتاجة أنها تاخد إذا كانت هشاشة العظام وصلت عندها إلى درجة مرضية دلوقتي محتاجة أنها تاخد فعلا علاج منتظم ومستمر مدى الحياة لهشاشة العظام والعلاج هنا الهدف منه حاجتين الهدف الأول أن الحالة ما تزيدش عن كده والهدف الثاني أن الحالة تتحسن شوي هشاشة العظام ما هيش رفاهية هو علاج المرض دهوت ما هوش رفاهية إنما هو علاج للمرضى اللي زي مدام مون اللي هما عندهم مشكلة حقيقية عندهم نقص في كثافة العظام سيكون نقص مضطرد بالوقت إذا ما تمش علاج المريضة ديت وفي الحالة دي المريضة دي محتاج علاج لكن لو بصنا على العكس منها تماما أختنا سحر اللي هي عمرها 38 سنة وعملت مقياس كثافة عظام عملته بالطريقة الصحيحة وطلع عندها نسبة بسيطة من هشاشة العظام وبعدين رحت لزميل آخر قال لها أن المشكلة هي ضيق ما بين الفقر الرابعة والخمسة وده هو سبب الألام عندها الحقيقة أنا بأرجح أن الرأي التاني هو الأوقع لأن نسبة الهشاشة البسيطة اللي موجودة عندها دي طبيعية ممكن تبقى موجودة عند الناس كتير قوي وما تبقاش عاملة مشاكل في نفس الوقت إحنا عندنا سبب واضح وهو وجود ضيق ما بين الفقرتين هو اللي أدى إلى الحالة اللي قدامنا دهيت خاصة أن معظم ألامها في الجزء السفلي من الجسم فغالباً هتكون مرتبطة أكتر بموضوع الانزلاق الغضروفي مش عايزين نسهب في علاج هشاشة العظام أكتر من المريض اللي محتاج علاج زي ما دمنا دي تتحالج لكن المريض اللي هو ما عندوش ما عندوش اللي هو الحاجات اللي ممكن تدعو إن الحالة بتزيد 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 ما فيش داعي إن احنا ندخلهم خاصة أن العلاج غالي والهو أعراض جانبية والاستمرار عليه مكلف جداً وصعب معنا اتصال الأخ مصطفى من السعودية تفضل يا أخ مصطفى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أفندم رقم الخاص طيب سيادتك ما فيش معنع تقدر تاخذ إن شاء الله من الكنترول بعد الحلقة إن شاء الله تفضل الأخت سعاد أيها سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا دكتور أنا بقالي أنا عندي 33 سنة اتفضل عندي 33 سنة تمام ومن حوالي من عندي 25 كده وأنا دايماً بحس بركب دايماً بتوجعني ورحت لكذا دكتور وداني علاجه وقالي عنديك نسبة خشونة تمام خشونة خشت علاجك فترة طويلة ووزنك زيادة يا أخت سعاد لأ أنا حاجة وتمانين وطولي حاجة مية حاجة وسبعين ضحي كويس خلص ماشي معقول يا طيب ورحت علاجني فترة وبعدين كتر العلاج عمالي ألم في معديتي كتير تمام بقيت أسيبه ورجع أسيب ورجع وبعد كده رجعت تاني دلوقتي ألم ركبي بقيت عند قوعي لتنين كده عند قوعي لتنين برضو حرقان جامد ما بجد وتفصت لما بقدرش في السجود حرقان جداً في العظم تمام في القوع وركبتين في قوعين لتنين ودلوقتي بقى في في الرقبة في الرقبة تمام في الرقبة كمان في حرقان لتنين واجع مش حرقان جامد بس في وجع وألم أوه في الرقبة فمش عارف أعمل وبعد إذنك كنت عايز أخذ رقم برضو حضرتك أو معنوان بتاع حضرتك حاضر يا فاندي من الكنترول ساتك ردنا يبرك لك يا رب رد على حضرتك إن شاء الله آه الأخ مصطفى من السعودية مصطفى آخر أم نفس المصطفى أتفضل مصطفى آخر أتفاضل أتفضل يا أخ مصطفى بقر安اشا السلام عليكم وعليكم السلام رحو أطلاعي بركاته السلام عليكم وعليكم السلام رحو أطلاعي بركاته اسمعني يا أخي اسمعني من التليفون من فضلك يا أخ مصطفى أنا من التليفون بس مع حضرتك اتفضل أنا والديتي عند عشاشة وتعادت معاه قبل ما إجي من مصر يعني باكاتر كثير في yine وعودتك الباكاتر كثير والحشاشة دي لا مش قصدي الأشخاص أنا قصدي يعني هل هي عندها من الأعراض مثلا عملت فحوص قالت إن فيها شاشة عملت أشعات كلام من كده وهم عملوا أشعات عادية بعدين كتب لعلى أشعات رمين الدكتور في عمليتها وليس سيودي لهم الأربع بس مش عارف الرمين تبليه الرمين في الربع على الرجبة لا ربما الرمين على الرجبة أنت حاك يمكن تقصد خشونة كتير قوي بيبقى مشتبع عليه الأمر بين الهشاشة والخشون أنت تقصد نهين أنت تقصد إيه هي في الربع في الربع طيب قالوا لها شاشة عظام لا يا مصطفى في الربع تبقى اسمها خشونة الركبة ده الاسم مشتبه برضو كتير قوي من الاسم تتلخبط طيب حاضر هنقولي العليا حاضر طيب معنا الأخت أم محمد من جنوب سيناء وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حاضر يا فاني من الكنترول إن شاء الله يديه لحضراتك طيب نجمل بسرعة بقى كده إجابات للأمر كان معنا الأخت سعاد بتشتكي من الركبة والأخ مصطفى والدته بتشتكي من الركبة نقول إن خشونة الركبة إذا كانت في واحدة زي والدة الأخ مصطفى فهي ممكن تكون من الخشونة من النوع الأولي برضو زي نفس قصة الشعرة إن الشعرة البيضة طبيعية بالنسبة للسن الكبير ومش طبيعية بالنسبة للسن الصغير فهي في والدته مقبولة ولكن طبعا إذا كانت الدرجة شديدة أو من النوع السنوي أو مزمنة أو مشابة مش معنى إنها أولية إنها مش بتتعالج بتتعالج لكن بتاخد علاج بسيط بيتناسب مع الحالة وممكن يبقى عنده اللزوم بحيث إن إحنا ما نؤديش إن يحصل مضاعفات على بقية أعضاء الجسم من الكلا والكبد والمعدة ومشابة ولكن إذا كانت الخشونة زي في حالة أختنا سعاد وهي يعني عمرها 33 سنة وبتشتكي بقالها 7 سنين وعلشان تبقى الأعراض دي خشونة في الركبة وبعدين بداية في الكوع وفي الرقبة غالبا هي بتبزي المجهود عالي جدا أو يكون عندها عامل وراثي لإن الخشونة تظهر في السن المبكر دهوت فهي محتاجة غالبا علاج منتظم من الحاجات اللي بتساعد على بناء الغضاريف زياد إنها محتاجة إن الوزن يخس شوية وإذا كان فيه بعض التثبيت للحياة اليومية زي تقلل من طلوع السلالم ما تتنش رجلها تحت منها كتير ما تقعدش مربعة ما تشيلش تقيل وتطلع به سلالم إلى بعض هذه التعليمات الأستاذ مصطفى والأم محمد عايزين التليفون حياخدوه أي حد يعوز التليفون حياخدوه ما فيش مشاكل عايز أقول نقطة كانت مهمة قوي إحنا النهاردة بنشرح هشاشة العظام مش علشان نعلم الناس يعالجوا هشاشة العظام إنما عشان نقول للناس إمتى تقلق إن هل هيجي هشاشة العظام ولا لا هل أنا من المرضى اللي عندهم استعداد لوجود هشاشة العظام ولا لا لإنه بقى فيه الحياة كتير قوي يعني إلا من رحم يا ربي بيبدأوا يدوا للعينين أو يدخلوهم في الرعب بتاع هشاشة العظام وإن اللي إنت لو متعالجتش هتتكسر وما شابه زاد إن فيه نوع من أنواع الفحوص اللي بتتعامل في العيدات دلوقتي اللي هو حاجة اسمها تي سكور اللي هو اختبار كعب الرجل المريب بيحط كعب رجله في جهاز والجهاز ده بيقرأنا قراءة القراءة دي على أساسها بنقول العين ده ممكن يبقى عنده هشاشة العظام ولا مش ممكن ولو ناخد بالنا من كلمة ممكن يكون عنده هشاشة العظام يعني الجهاز ده مش جهاز لتشخيص هشاشة العظام إنما هو يتقال يعني ده جهاز للمسح الشامل للناس بالناس اللي بنتوقع أن يكون عندهم هشاشة العظام بنحطهم على الجهاز ده إذا طلع نور أحمر يعني قال لنا إن الرقم دوت رقم لازم تقلق منه ونبتدي نعمل الفحص التاني اللي هو عملته الأخت صحر اللي هو بتنام بقى على جهاز بيقيس الكسافة على العمود الفقري وبيقيس في الحوض وبيقيس في الرسغ وما شابه وبعدين ندينا أرقام مختلفة تماما ما نعتمدش أبدا على جهاز يعني ينفعش إذا رحت لحد وعملت فحص كعب الرجل وبعدين كتبت كتب لك علاجة شاشة العظام فده إحنا ممشناش بالطريقة العلمية السليم لأن انت ممكن في الآخر يطلع ما عندكش فيجب إن إحنا يعني يكون تشخيص هشاشة العظام يعني مبني على أسس علمي معانا اتصال قلو أستاذ محمد أم محمد عفوا وعليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنت عايزة أسأل حضرتك في حاجة تفضلي أنا بشيكي من كعب الرجلية بسي الألم في رجلي بيبقى إذا ما يكون خدل بما أقدرش يعني عايزة أطمطع شوية بخاف لا يجيني عضلة مدة لا أنت حريك بتقولي عضلة فين في السمانة يعني آه من لا مش في عضلة في السمانة مال ده من بداية الفخد من فوق لكعب الرجلية ولما عملت هشاشة على كعب الرجلية قال لي فيه شقة عظمية تمام فأنا مش عارف أنا قبل كده كنت كشفت عند الدكتور وداني كرتوزون لواحدة في الكعب؟ آه طيب حاضر حرد عليك حاضر الأخت آية أه أيها فن السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمعك عايزة أسأل على ممكن تعالي صوتك يا أخت آية حاضر والدتي عندها رجليها السمان وجعيها تمام وضهرها وعندها خشونة على الرقب وضهرها وعندها خشونة على الرقب الرقب فممكن حضرات تقول لي كتير مرسال لي حاضر يا فن حاضر يا فن حاضر حاضر الأخت دعاء من القليوبية أخت دعاء أيها السلام عليكم وعليكم السلام عليكم وعليكم السلام عليكم حضرتك عايزة أسأل حضرتك ثلاث أسئلة تفضل تفضل يا أخت دعاء اسمعيني من التليفون هو أنا أدية دائما بحس فيها سخونة بأي يا فن حاضرات سمعني أحب تقولي بحس دك بأي بحس في سخونة في أدية كده سخونة تمام إيه كمان وفرج لي كمان برضو أيوة أيوة ووالدتي ربيتها على طول دائما واجعها كده ومورمة طيب إيه كمان إيه كمان إيه كمان هو حضرتك خالي عنده عنده ضروف فرقاته أي وإيه كمان والدكتور قال له أنه هو يعني العملية اللي يعملها النجاح فيها قليل جدا تمام هل فيها تأثيرات عصبية في حالة خالك؟ يعني هل فيها تأثيرات ضعف في العضاء؟ نعم طيب حاضر يا أخت دعاء الحجة فاطمة من الجيزة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إيه كذلك يا حضرتك يا دكتور الحمد لله ربنا يبارك فيك الله يكرمك ونبي يا دكتور أنا لو سمحت يعني عايزة أسأل حضرتك سؤال كمشورة كده بعيد عن هشاشة العضام أنا فعلا عندي هشاشة عضام مخشونة إن أنا ست مسنة دخل على الستين سنة تمام كنت دايما بعاني بألام في الضهر يعني تمام فروحت عملت سنة اللي فاتت إشاعة ترانين وطلع عندي إنسداد في العصب طلع عندك إيه؟ طلع عندك إيه يا أخت فاطم الحبل الشوكي يعني اه اختناء في الحبل الشوكي ايوا اختناء في الحبل الشوكي اه جدا ومشي محنية كده ومش قادرة وقلم جامد وكده فرحت الدكتور فقال لي لازم يعني تعملي عملية تسليك وأنا خايفة ومرعوبة من العملية دي والناس مخوفيني منها عشان الحبل الشوكي والكلام ده يعني فرأي حضرتك ايه مالوش علاج يعني ولا كده والله العملية مش خطر ولا حاجة العملية مش خطر إذا اتعملت كويس هي مش خطر مطالما التشخيص إذا كان التشخيص بيقول إن هو دي ضيق في قناة النخاع الشوكي وإن هو يعني محتاجة ضروري إنها يتعملها جراحة وكان زملائنا اللي بيعالجوا حضرتك استنفذوا الطرق الطبيعية أو الطرق العلاجية العادية في علاج الحالة مفيش مانع أنك أنت تعملي العملية التوسيع ومش عملية خطيرة بإذن الله لكن قد يحتاج إلى تثبيت للفقرات مع الجراحة وأكيد هو حيبقى حاطة ده في الاعتبار معنا أم عمر من القاهرة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحمد الله رجل واحدة للأتنين لا رجل اليمين حضرتك عملت أشعة بالرنين فما أطلعش فيه حاجة فالدكتور قال لي احتمال يكون كيس زلالي في ظهر الرجبة فيه أي فن؟ احتمال يكون إيه؟ كيس زلالي في ظهر الرجبة من تحقيق عملت رنين وما أطلعش فيه لا تشفي غضيف ولا فيش أي حاجة وقال احتمال يكون كيس زلالي في ظهر الرجبة ما هو الرنين؟ ما هو الرنين المفروض كان يقوله؟ يعني هو الرنين بيوضح إذا كان فيه كيس زلالي أو لا؟ رنين إن إذا كانت... يعني ما قالت إن الكيس الزلالي دوت ظهر في الرنين أو لأ إنما دا كان تشخيص لا إذا كنت حريك عملت رنين وهو على الرقبة اللي إنت بتشتكي منه والتشخيص إن فيه كيس زلالي في الرقبة فحضرتك أكيد الرنين طلع الكيس دوت إذا ما طلعش الكيس يبقى الرقبة مفيهاش كيس هو حضرتك طبعاً أتاني على لك فرجلي رأيت شوية وفجئتي تاني برضو من الزهر كده أبوصة لأي برضو حضرتك رجلي تخني ممكن أبقى ماشية ساتك هل عملت تقويات يا أخت أم عمر هل عملت تقويات لعضلات الفخد الأمامية والخلفية لا 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 ما عملتش أي حاجة غير هي أشعة الرنين بس طيب أنا أعتقد إن لو عملت تقويات لعضلات الفخد الأمامية والخلفية إن شاء الله الموضوع ده هيساعد جداً والسمانة كمان خاصة إن الشاكوة بتاعت حضرتك طلعت الركبة كويس ما طلعش فيها حاجة يعني ما طلعش فيها حاجة لا في الغدريف ولا في الرباط الصليبي ولا في الكلام ده وحارك ما بتقوليش إن حصل إصابات قبل كده أو التوقات أو كده فإذا عملت بعض التقويات إن شاء الله تستفيد جداً من هذا الأمر خيراً دكتور محمد خيراً دكتور محمد خيراً دكتور محمد طيب نحاول بقى نجيب على بعض أسئلة المتصلين معنا عفواً الموضوع الأخت أم محمد من جنوب سيناء كان عندها ألام في الكعب وحد قال لها إن فيه شوك عظمية وإن هي الشوك عظمية دي أخذت فيها حقنة موضعية وبيجي لها كرامبات فيها العضلات الخلفية الشوك العظمية مش مرض محدش يمشي وراء إن هو عايز يعالجها والحقنة اللي هي أخذتها مش هتخلي الشوك العظمية دوب الحقنة دي لإن هي عندها حاجة أسماء التهاب في بطائن القدم أو بلانتر فالشايتس هو ده علاجه سعاية ناس بتعمل الحقنة الموضعية دي وإن كان فيه لها بعض المحاذير في بعض المرضى مش كل مريض نقدر نديره الحقن دوت وأنا مش من الناس اللي بيحبزوا الحقن الموضعية ولكن هو دي طريقة من طرق العلاج وموجودة وموصوفة الكرامبات اللي عندها ربما يكون عندها نقص في الكالسام والماغنيسيوم فإذا أخذت أقراص فيها بتجمع ما بين الكالسام والماغنيسيوم وموجودة في السوق ممكن تطلب من أي صيدالي حيديها له حتساعد قوي أن الكرامبات دي تقل أختنا آية من القاهرة كانت بتقول أن والدتها عندها ألام في أسفل الظهر وعندها ألم في الركبة وألم في الرقبة وفي أكتر من حالة قالت نفس الكلام زي الأخت فاطمة من الجيزة قالت أنها عندها شاشة وعندها خشونة وعندها ألم أسفل الظهر احنا قلنا حكاية أنه هو الضيق النخيع وقلنا أنه هو ده تصليحه عادي لكن بنجمل مع أختنا آية حكاية أن والدتها عندها خشونة منتشرة فيه أكثر من مفصل حال الخشونة هي الخشونة اللي بتيجي في السن الكبير من الأمراض اللي هي بتحتاج إلى دواء إلى فترات طويلة في خطأ شائع الناس بتقول أن كل أدوية العظام مسكنات أدوية العظام مش كلها مسكنات بالعكس هي مضادة للالتهاب ومضادة للروماتيزم وما فيش مانع أن يبقى جزء منها مسكن لأن المريب بيبقى بيتقلم لكن مش معنى كده أن نعرض عن الدواء خالص ونقول أنه هو مسكن لكن طبعا الاستمرار عليه في فترات طويلة خلينا نتعرض للأعراض الجنبية فيجب انتقاء النوع المتناسب مع كل مريض عايزين نقول أنه مش كل مريض عنده خشونة هيأخذ علاج المدى الحياة ولا كل مريض عنده خشونة هيأخذ علاج شهر يخف هي مرض من الأمراض المزمنة زي الناس اللي عندهم ضغط وزي اللي عندهم سكر وزي اللي عندهم هشاشة اللي هي موضوع الحلقة بتاعنا اللي مش عارفين نقول نص الخشونة مرض مزمن فيجب أن نتعامل معها كمرض مزمن بمعنى أنا دايما نسأل لما يجي عين يقول لي أنا أخذت علاج للخشونة وما رحتش أقول له طيب لو حد عنده سكر وأخذ علاج للسكر بيروح بعد شهر يقول لا ده مرض مزمن ما بيروحش طب لو واحد عنده ضغط أخذ علاج للضغط وتعناه منتظم خالص خالص وبعدين جي في شهر راح مبطل قال أنا كده خفيت ما بقيتش تعبان بتقول له انت ايه تقول له ورجع أخذ العلاج عشان المرض ده مرض مزمن الأمراض المزمنة بتحتاج لعلاج مزمن وصدر ولكن احنا أميز بقى من الضغط ومن السكر السكر ما عندهش هزار فوضت يوم هتحصل لك مشاكل في نفس اليوم الضغط شوية شوية بيسامح ممكن تفوت يوم ولا اتنين وما يحصلش مشاكل وإحنا بنسمح أكتر منه خالص يعني خشونة المفاصل أو التهابات المفاصل بتسامح كتير خالص رغم أنها مزمنة ممكن مريض يقعد يقعد مثلا شهر كامل ما ياخدش أدوية وبس يحافظ على نفسه بعض الشيء وما يبقاش عنده مشاكل والحالة ما بتزيدش ولا حاجة ولكن مش معنى كده أنه هيرجع إذا تعب تاني يقول إذا أنا خدت علاج وشوية وبعدين رجع يردلي تاني هو الطبيعة بتاعت المرض كده أنه بيزيد وبيقل فإذا المريض حافظ على نفسه أكتر فترة ممكنة إن شاء الله الأمور تعدي وما يبقاش فيه ألام وبرحيان هرجع تاني للأخت مونة والأخت صحر من الشرقية علشان دول أكتر يعني يخصوا الموضوع وأعتقد إن إحنا ردين على يعني معظم الحاجات اللي هي فيما عادة الموضوعين دول دول اللي يخصوا موضوع الحلق موضوع هشاشة العظام طيب هل كل بقى مريض عنده هشاشة العظام المفروض إن إحنا يعني نبتدي نعالج وندي علاج مستمر مدى الحياة وما شابه لا بنبتدي نصنف في العيان هل هو الخشونة الهشاشة اللي عنده دي هشاشة نتيجة هشاشة أولية ولا هشاشة سانوية هشاشة أولية اللي هي الطبيعية بتاعت السن فممكن نقول له إن هو يحسن من طريقة طريقة أكله ويزود في أكلات معينة اللي هي زي منتجات الألبان معلش فيه إتصال كمان أم سامح أيوة أم سامح دكتور محمد أيوة فنة أنا سن 50 سنة أهلا وسهلا أنا بيتعالج من رجلية بقالي أكتر من من يجي عشر سنين بس أنا عملت الإشعاعات اللي أنت قلت عليها بتاعت الهشاشة بتاع العظام وعندي هشاشة وعندي خشونة والسنة عندي رجلية إيدي ومفاصل إيدي ومفاصل رجلية دايماً واجهاني يا أم سامح أنت عندك حاجة غير العظام مثلاً هل في شكوة أخرى غير العظام كنت باشتكي يعني أنا عندي دهون على الكبد وستعليكت منها غير دهون الكبد بس أرحى في الماء ده قالوا لي من علاج العظام طيب ماشي طب أنا باخد العلاج ومس بارتاحش دايماً أخد أخلص العلاج والدكتور كتب لي على حقاً موضعية أخدها في الركب فدكتور تاني خوفني منها قال لي لا أغلط طيب حوضح لك نقطة الحقن الموضعية طيب أخت أمو محمد بن سهاج سلام عليكم أبو محمد عفواً أيوة لو سمعت يا دكتور تفضل في عند أختي عاجة تسألك سؤال في عندها مجبقة في المفاصل فأنا هي مفاصل المفاصل بتاعت الجسمها كلها هي والدة أربع قيصريات عملية أربع مرات قيصرية مفاصلها بالطاطة يعني نعم واسبائعيتها لما تيجي تمسك الحاجة توجعها وفي سؤال لأمي لو سمعت بك ما تكفلش تفضل معاشي تفضل حضرتك أمي عملت حوالي عشر مرات مجالس كهرباء على رقبتها ودراحها أيوة أسعليها بس لو سمعت نسألها بس عشان هي جنبية تفضل يعني رقبتها ودراحها بيوجعوها يعني؟ اللي هو السؤال بخاص بما حضرتك عملت عشر مرات وشاعة على رقبتها ودراحها طيب واللي عندها تقطاقة دي مين؟ ما حضرتك في الرقبة؟ الأولانية اللي عندها تقطاقة دي مين؟ دي أختي حضرتك أختي طيب تفضل حاجة تاني؟ طيب أسأل يا بس لو سمعت سوالي بس ما سألوها يا أبو محمد أختك عمرها قد إيه؟ أختي عمرها حال 35 بالظبط 35 سنة والدت أربع مرات قيصرية أختي أربع مرات قيصرية التقطاقة دي بدون ألم؟ أختي أربع مرات قيصرية نعم اللي تقطاقة دي بألم ولا بدون ألم؟ أعم طيب متشاكر حاضر حاضر الأخت أم محمد من أسيوت أخت أم محمد الاتصال انقطع طيب نجيب على الإخوة اللي اتصلوا نبدأ بالآخر أخي أبو محمد بيقول أن أخته عندها تقطاقة في المفاصل وده نقول عليها كريبيتوس أو اللي هما سنابينج جوينز اللي هما أن المفصل اللي بترقعد هو تهومه شمرد فيه ناس هما جسمهم الطبيعي أنه هو بيحصل فيه التقطاقة دي وده ما هشمرد في حد ذاته طالما أنه هو ما معهوش آلام مبرحة أو آلام أثناء الحركة دي وعادة التقطاقة ده تيجي مع إذا حصل فترة سكون فترة طويلة وبعدها بدأ المريض يتحرك وده بيحتاج بس بعض المقويات الغدريف وطمئنة للمريض مفيش أكتر من كده لكن إذا كانت التقطاقة دي مرتبطة بالحركة دائما فإحنا ممكن نشك أن يكون فيه خشونة علشان كده هي بتحتاج إلى العرض معنا اتصال أم حمادة من الفيوم يا أم حمادة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمعت الله يا دكتور أنا يا ظاهر كده لانتحت يجي فيه ألم وبيشد حاجة ما يجدد معي من ربطي فبالصراحة بيزيني إبريسان كده بخلطهم على بح بخدها بارو فهل يعني فيها ضرب على معديتي ولا كده عمرك قد يوم محمد واحد وثلاثين سنة ووزنك زيادة ولا طبيعي يعني مثلا 78 ولا 71 طيب ومجهودك اليوم عادي ولا زيادة لا زيادة يعني فلاحين وكده أعناكم الله طيب حاضر حاضر عنا أمت الله من القاهرة سمعي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سمعت يا دكتور كنت عايزة سأل بس والدتي عندها خشونة في الركبة شديدة فالدكتور طلب منها تاخد خمس حؤن تخذت خمس حؤن فيها في الركب آه في الركبة تمام في الركبة اليمين فهي رجلها مبعدش فيها الأول يعني بعد ما خذت الخمس حؤن الرائد بس مش قوي بردو تحسنت شوية شوية آه وعندها الركبة الشمال بردو الدكتور قال لها محتاجة تلاتة تلات حؤن يعني طيب حاضر وبقول له حبيبك يا دكتور بالنسبة لرقبتها ما تقدرش يعني إيه هل في ضعف في العضلات ولا ألم إذن من رائبتها ما تقدرش ترفعها الفوق ما تقدرش يعني توصل بها لشعراءها مثلا لا إيتالي حضرتك الحاجة كده موضوع الرقبة بالذات محتاجة تعرض ومحتاجة غالبا رانين على فقرات العنق الاستبعاد أن يكون في ضغط على الأعصاب شكرا طيب نجيب على نجيب على أمة الله وعلى أم سامح كان عندهم موضوع مشترك وهو الحقن الموضوع في الركب الحقن الموضوع في الركب بسرعة نوعين نوع قديم ومعادش حد المفروض يعمله فيه ناس بتعمله لكن المفروض أن ما حد يش يعمله خلاص وهو الدكات اللي كانوا بيحقنوا كورتيزون الكورتيزون في المفاصل ممنوع معادش حد يعمل الكلام ده خالص وأصبحت تعتبر يعني من الجرائم أن حد يعمل كده إلا ما ندر من الحالات مش هتكون أنت العيان دوت النوع الثاني من الحقن اللي هو كتير بيدو دلوقتي وهو المادة أو السائل الزلالي أو اللي اسمه الهيالي رونيك أسد أو اللي هو الحمد اللي هو المادة الزيت بوساطة اللي بيلاين المفصل وده مسموح ولكنه مش كل المرضى حيتحقن لهم المادة ديت بتعتمد على الدرجة اللي عندها الخشونة فهو يتحقن للدرجة الأولى أو الدرجة الثانية لكن أكتر من كده الدرجة التالتة أو الدرجة الرابعة مش هيلاقي تحسن عشان كده أمت الله بتقول إن والدتها أخدت خمسة وما تحسنتش وده وارد إن يكون تكون هي الحالة كانت درجة أكتر من كده وقال إن هي محتاجة تلاتة في النحية التانية نفس الكلام عموما هو حقنها مش هيدر لكن يجب إن احنا ما ننتظرش منها فائدة عالية إلا في الحالات اللي هي بدري قوي اللي ممكن تستجيب لكن الحالات المتقدمة الدرجة التالتة أو الدرجة الرابعة من الخشونة مش هتستجيب كويس للموضوع دوت أم سامح قالت إن هي عملت مقياس كسافة عظام وإن هي من عشر سنين عندها هشاشة وبتتعالج منها إذا كان مقياس كسافة العظام زيادة بدرجة شديدة ففي الحالة دي مضطرين إن احنا ننتظم على أدوية لعلاج هشاشة العظام وكل وقت مثلا كل ستة شهور كل سنة بنعمل هذا المقياس تاني وبنقارنه بما سبق ونشوف هل الحالة بتتطور للأفضل ولا لا زيادة إن احنا ممكن نعمل فحوص وندور على الأسباب اللي أدت إلى هذه الدرجة من الخشون من الهشاشة ونعالج نقدر ناخد بسرعة كده إيه الأسباب اللي ممكن تؤدي إلى موضوع هشاشة العظام عشان يبقى الناس استفادت من الحالة قلنا في الأول موضوع عامل الوراث الناس اللي ما بيتحركوش كتير طيب قلة الحركة ممكن تكون على الجسم كله وعلى وعلى جزء من الجسم بس هنرجع للنقطة ديت بعد الإتصال إن شاء الله الأخ صالح من الأردن صلح صالح من الأردن السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الذك здоровya دكتور محمد الحمد لله الذك powdered الحمد لله أنا عندي إيد الشمال أيو بسمعك من فردك سمعني من التليفون ماذا ايد الشمال بتنمل على طول تنميل في ايدك الشمال على طول أه يعني وانا بصلي وانا واجف وانا جاعد بتنمل على طول وعملت صورة جالوا لي عندك شد في العضل متعرجة ومحملة على الفقرات تمام لو في الفقرات ضيق في الفقرات يعني مؤثر على الاعصاب شد عضل محملة على الفقرات بتعرجة طيب طبيعة عملك ايه أنا والله أشغال في المطعم عملك إيه في المطعم؟ يدوي يعني بتعمل حاجات يدوية؟ يدوي واضف على البسطة ببيع تندوشيات بليك واشت تمام 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 طيب عملت حاجة اسمها اختبار لتوصيل العصب رسمة عصاب يعني لا ما عملتش بس أنا عملت فحش روماتيزم والسكر لا والسكر تلع سلبي آه كله كوي طيب من فضلك لو تقدر تعمل حاجة اسمها رسم عصب أو تخطيط عصبي ما عرفش هيسموها في الأردن عندوك إيه أو اللي هو نيرف كوندكشن ستاديز لعصب الإيد الشمال عند الروس ما كان ما أنا بشاور كده وحشرح لك ليه طيب ناشا طيب الأخت عزة من سهاج السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت عندي ثلاث أسلاث بسرعة من فضلك أنا مش سامع من فضلك علي صوتك وفاعمل لها ضعفة في أديها ضعفة في حركة الإيد وقلها أديها بيجي تمنملة طيب من فضلك علي صوتك يا أخت عزة والفقرات الفقرات اللي عندها الوزعها الرابعة والخامسة والخامسة والساتة ما فيش ساتة جبت الساتة دي من أين فقرات الرقبة أو فقرات القطنية نعم قطنية ولا رقبة لا في رقبة آه رقبة ماشي في ساتة ماشي أوكي وفيها شاعة رمين هم اللي يعني عمد شاعة رمين الفجال والدان تمام ايه كمان وعندي ستة عندها خشونة في الرقبة فعملها تضيط على إدراحة فعملها ضعف برضا في الإيد يعني خشونة في الرقبة وعملها ضعف في الإيد ايه دي الجدة اه الجدة مش كده ايوه تمام وعملت عليها عشان في الكهرباء طيب حق اخت أم محمد من أسيوت فضلي أخت محمد فضلي أيوة أخت أم محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمعت يا زفة عند والدتي لا من فضلك اسمعيني من التليفون وكلميني من التليفون عشان ما نضيعش وقت كتير طيب انقطع الاتصال طيب عايزين نقول الأخ صالح من الأردن حبي تفسر له ليه احنا طلبنا له فحص أو رسم عصب في منطقة الروس هو أم محمد عاودة الاتصال تفضلي أم محمد ألو حالو أيوة أم محمد أيوة دكتور عندي والدتي عندها عامل عملية الغدروف عندها الفقرة التلكة والرابعة ولما تيجي تنام لما تشد رجليها كده عندها عفواني لاتصالت قاطع تاني طيب أختمونة من الإسكندرية ألو أتفضلي أختمونة صحيح لك وسلم وأعليكم السلام ومحمد دكتور محمد أم أنا أسف طيب أحمد من الغربية للأناسب وسلم وأعليكم السلام ومحمد لو تقرأت يا دكتور ممكن نقول كواجهة على مثلا تناول منتجات الألبان اللي هي الكلفة المشتقضة طبعا كالأسماك وذلك الكلام مع المشي مع تجنب الأمور اللي هي بتقصر السمدينية لغزية ده بيجنب الإنسان من هشاشة العلم كواجهة عام ولا في أموره يا فندم فتح الله لك من أحسن بقى الاتصالات ما سمعناه من أخي أحمد من الغربية لأنه لم يسأل لنفسه وإنما سأل للجميع الهدف من الحلقات المثل هذه هو التثقيف والوقاية هو بيقول هالمنتجات الألبان والطبيعة اليومية السليمة في ممارسة التمرينات الرياضية والتعرض للشمس وعدم الثبات على وضع واحد فترة طويلة هل دي من الحاجات اللي بتساعد على الوقاية من هشاشة العظام أيوة صح هي دي من الحاجات اللي بتساعد على الوقاية من هشاشة العظام لأن من ضمن الأسباب هو قلة الحركة سواء الجسم كله أو جزء من الجسم إزاي جزء من الجسم ما تحركش الناس اللي بنعملهم إحنا جبس لو عملنا جبس أو جبيرة والطرف دوت ما تحركش فترة طويلة بعد شوية تلاقي الجسم كله كويس والمنطقة دي إذا عملت لها اختبار حتلاقي فيها هشاشة عظام الهشاشة دي هشاشة مؤقتة وموضعية وتزول بمجرد أن الطرف ده يرجع لممارساته طبيعية لأن ربنا سبحانه وتعالى ما خلقش الإنسان عشان يقعد طبعا من ضمن الحاجات تغييرات مستوى الهرمونات إذا فيه تغير هرموني لازم أنه يتعالج ويتعالج ويضاف معاه أنه تعاطي كميات مناسبة من الأطعمة اللي بتحتوي على الكالسام زي الأسماك وزي منتجات الألبان واللي بتحتوي على فيتامين دال اللي بيساعد على امتصاص الكالسام ده مهم بالنسبة للصغيرين وبالنسبة للكبار كمان البعد عن الأكلات اللي هي ممكن تضر الجسم وتقلل من امتصاص العظام وأكثرها وأشهرها الحاجات زي المشروبات الغازية خاصة السودة وزي الشاي والقهوة وما شابه يعني وزي احنا ملناش دعوة بقى بالمشروبات الكحولية برضو من الحاجات اللي بتؤدي إلى هشاشة عظام المرضى اللي هما بيبقوا مضطرين أن هما ياخدوا كورتزون لأمراض أخرى زي الأمراض الجلدية أو زي أمراض الصدر يجب أن هما يبقوا حذرين متوقعين دول أنها هيحصل لهم هشاشة عظام يجب أنه هو يعالج أصادها أو يعمل وقاية من هشاشة العظام بتعاطي كميات مناسبة من الكالسام بزيادة عن الجسم الطبيعي وأخذ فيتامين دال وعمل فحص دوري لكسافة العظام لعلاج إذا كان حيضطر حياخد الأدوية زي اللي سمعناها في التليفون من شوية اللي هو الحقن اللي هي تحت الجلد الحقن اللي كل سنة برشام اللي بتاخد وتقعد ما بتنامش بعدها مدة نص ساعة سواء اليومي أو الأسبوعي أو الشهري كل دي أدوية لعلاج هشاشة العظام نلجأ إليها في المرضى اللي هما شخصت عندهم هشاشة العظام حقيقية ثانوية أو عندهم هشاشة بسيطة بس بتزيد بالوقت أو عندهم هشاشة مسببة سواء بتعاطي أدوية ممكن تؤدي إلى هشاشة العظام أو حاجة وراسية من عند ربنا ما فيش حاجة يعني ما قدرناش نوصل لأسباب لكن شايفين قدامنا الهشاشة بتزيد في سن المفروض أن احنا ما نشوفش فيها هشاشة في الحالة دي يجب أن احنا ناخد يعني أدوية كعلاج معنا اتصال أم معاذ من الجيزة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا دكتور أنا دلوقتي ركبي بالذات الشمال أيوة بتتعبني جامد خاصة لما بصلي أو برقع وبيجأ أم مثلا من الركوع بحس أن فيها حاجة كده طقت أيوة وكشفت كتير في موضوع العظام بس أي علاج بدع عظام في كل حركة يا أم معاذ في كل حركة يعني حضرتك بتصلي أربع ركعات دلوقت في الأربع ركعات كل مرة وانتي أي ما يحصل الطقة دي أوه بيحصل طيب سيادتك بتقدري تعود جلوس التشاهد بعض آه بعض كواس جدا ورجلك ما بتعلقش تيجي وقت كده ما تفردش خالص ولا ما بيحصلش هو طوابع رجلي بس سعب بتنمل هي وإدية بالذات الصبعين الأخرانيين الصغيرين طيب التقطاقة دي بتاعة الركبة آه مع مصحوبة بألم ولا تقطاقة من غير ألم لا من غير ألم اللي حواليك يسمعها ولا ما يسمعهاش لا ما يسمعهاش أنت اللي تحسيها بس أوه طيب وحضرتك لما بياخد أي علاج للعظام أي علاج أيوة بيتعبني مادتي جدا طيب جزاكم المخير ربنا يكرمك يعني تطلحني بس أعمل إيه حاضر أم معاز عندها ألم عندها صوت في الركبة بتسمعه في كل حركة وده حييجي تحت نفس الموضوع اللي قلناه من شوية وهو السنابينج جوينت أو اللي هي الترقاعة أو التقطاقة في المفاصل زي اللي هي كانت والدة أربع مرات قيصاري وبالتقطاقة في المفاصل نفس القصة هو دمهش مرض التقطاقة اللي انت بتحسيها طالما هي مش تقطاقة مؤلمة أي تقطاقة لها علاقة بالخشونة حتبقى مؤلمة كمان هي غالبا حتكون اللي هو السنابينج دهوت وده مهش مرض ولا تستدعي علاج كون حضرتك لما بتاخدي أدوية عظام بيبقى عندك مشاكل انت اللي وصفتي دهوت مش محتاج أدوية عن طريق الفم انت حارك ممكن تلجأي إلى الدهنات الموضعية وهي نوعي نوع هيسكنك الألم إذا كان في بعض الألم بعد المجهود وما تربطهوش بالتقطاقة ممكن يكون أي واحد فينا من غير تقطاقة خالص بعد مجهود زيادة يحصل بعد الألم في الرقبة وشوية ترحى وتتحسن وممكن يكون ان ده بداية ضعف في الغدريف وإذا عندك مشاكل شديدة في المعدة في أدوية موضعية بتحتوي على المواد اللي احنا بناديها عن طريق الفم مقوية الغدريف وتبقى موضعية من غير ما نبقى الدناكي حاجة عن طريق الفم أو إذا في أدوية تانية ممكن ما تبقاش لها أي أعراض جانبية خالص هي أغلى شوية من الأدوية الطبيعية لكن بتبقى ملهاش أعراض جانبية على المعدة وموجودة بإذن الله معنا أم طارق من القاهرة أيها سلام عليكم يا دكتور عليكم السلام أقول لحضرتك يا دكتور أنا عندي غضروف كبير في الرقبة ضغط على إيدي اليمين في الفقرة كان مش عارفة الرابعة والخمس الرابعة والخمس والدكتور قال لي راح في السرير لمدة عشر تيام وخدي حقنا دي كل يوم وداني علاجة وقال لي لو ما ارتحتيش العشر تيام دول تجيني ما تجينيش طيب سيئاتك يعني لبستي رقبة قبل كده أول لبسني رقبة بلاستيك قال لي هاتي رقبة بلاستيك ولبسيها مدة العلاج كلها عشر تيام بس أه قال لي عشر تيام بس طيب فصبر جميل يا أم طارق هو الموضوع محتاج شوية وقت وإذا كان التشخيص صحيح فعلا وهو يعني انزلاق غضروفي رقبي ما بين الرابعة والخمسة بيحتاج بعض العلاج حسب الدرجة كبير قوي مش كبير قوي يعني الفكرة قناة النخاع الشوكي هتستوعب ولا لا ممكن يبقى غضروف صغير وقناة النخاع عند حضرتك صغيرة ففي الحالة دي يبقى عامل المشكلة وممكن يبقى غضروف كبير زي ما هو كده ويبقى برضو قناة النخاع يعني واسعة قادرة تستوعبه ومش عامل مشاكل عصبية على الفقرات فيعني حضرتك هتلتزم بالفترة اللي قال عليها وحتى الفترة دي ما زالت قليلة قوي ينصح بس ان حضرتك ما تشيلش تقيل وتلبس الرقبة دي أطول فترة ممكنة ممكن تقلعيها بس عند النوم كمان للمخدة الحركة تنامي عليها يفضل انها تكون اما مخدة طبية اما مخدة يعني بتناسب بالزبط المسافة ما بين الرقبة والكتف اللي هي يعني ما تبقاش لعالية قوي ولا واطئ قوي كمان التعارض لطيرات البرد المباشرة من ضمن الحاجات اللي ممكن تضرك وربنا يجعل شفا بإذن الله أم رقية من الجيزة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كنت والله أعجب على حياتك دكتور بخصوص أخوية صدح هو عند 19 سنة تمام وبيشتكي مثلا من هو في قول عبازي كده كان بواجعة رجليه وينجيه وينجيه مش قادر أمشي عليها أيوه أيوه فهنا كنا من خلاله من ليل الكورة أو الكلام ده من إيه؟ من إيه؟ من كاشي أحنا عليه قاله أنه هو عند حمر المتزمين المهم كان يراجع غلط المهم يعني تعالج فترة طويلة من أحد كورسي الكبير بتعاليه البنسلين ده طويل المدى ده أيوه وبعد كده اتعاقد جخص في أبو الريش وفي الحميات العين روماتويد روماتويد اتعالج برضو أحد كورتزون فترة طويلة برضو عملت لها شكزام جمدة يعني حتى البكسل بتاعته طالع بيقوله أنه لو يعني الأي حطة ممكن يتكسر فيها آآ بضهر أكتر فنصطلين الحوض مم وضهره من حاني الأدام أوي مقوس أوي ومشي فترة على الحقن اللي هي نشكر اسمها الصراحة يعني هو أنه كده تتاخذها في روماتويد آآ تمام والإعلاج مبقاش يجي معاه من نتيجة خالص فآخر دكتوره الديناري دكتور روماتويد قال محتاج جعلاج بيولوجي أيوة آآ هيوميرا اسمه كده ماشي فإحنا عايزة أعرفيه دكتور قالت ودكتور تاني تاعيزان جراحة عظام قال لنا ده محتاج تغيير مفاصر ماشي تغيير مفصلين الحوض فهو عند 13 سنة قاله أفضل للعلاج بيولوجي ده ولا لو هو مفصلين الحوض آآ الاتنين مش ضد بعض وهاشرح لحضرتك طب يا ريك باستفادة بسه عش حاطر لأفهم وعش حاطر يسمع هو إنه فعلا يعني مش قادر الله حيك وواحد في سنه ما بيقدرش يعني يخش الحمامة اللي بمساعدة يعني ربنا سبحانه وتعالى يشفي بإذن الله أمين يا رب العالمين دعواتهم ودعوات المشاهدين بس مع حضرتك يعني أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أنيشفيها رب أمين إن شاء الله طيب 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 أم رقية أخوها عنده روماتويد وهو روماتويد في السن دهوت هو ده روماتويد اللي بيجي في السن الصغير هو الحاب يبقى عنيف شوية وبدأ يدي معاه يعني أعراض جانبية كتير أو مضاعفات ومن ضمنها مثلا هو أخذ كورتزون وبدأ الكورتزون يعمله هشاشة أزام نفس القصة اللي احنا بنقولها إنه ده هشاشة مسببة نتيجة تعاطي الكورتزون وهنا مضطر أنه ياخد كورتزون نصحوه بأدوية تانية أدوية تعالج أو تحاول أنها تغير من طبيعة المرض اللي هو العلاج البيولوجي وديه يعتبر تطوير جديد للأدوية الحال الأدوية دي الهدف منها أن الحالة ما تزيدش وأنه ممكن يعني طبيعة المفاصل تتحسن شوية لكن الغضريف اللي تأكلت من المفاصل خاصة مفصلة الحوض اللي هي بتوصفهم إذا كانوا تأكلوا إلى درجة أصبح مفيش فيها يعني حركة كويسة أو ألم شديد مبرح مع الحركة في الحالة دي ممكن يضطر إلى تغيير المفاصل وتغيير المفاصل ماهوش ضد العلاج البيولوجي ولكن الهمسة اللي نقولها إذا كان ممكن تأجيل تغيير المفاصل قدر المستطاع فده أفضل لأن طبعا المفصل مهما كان هو حتة حديد لا يمكن حيبقى زي خلق الله سبحانه وتعالى وربنا يا شفي سبحانه وتعالى وهو كل اللي زاوية رب أمين طيب إحنا عايزين نجمل بقى الحلقة بتاعتنا نقول إزاي المريض أو الشخص اللي هو شاكك إنه عنده هشاشة عظام الأول يطمئن على نفسه إذا كنت مريض إذا كنت شخص ما عندكش أي مسببات من اللي إحنا قلناه تخليك مريض هشاشة عظام فما تقلقش إذا كنت شخص بتاخد أي أدوية من الأدوية اللي إحنا قلنا عليها سواء كورتزون أو عندك أو روماتويد أو ما شابه أو سكر أو كده وعندك من المسببات ما يؤدي إليها هشاشة عظام أو عندك يعني قلة حركة وبعدين بدأت فجأة تحس ألام أو حصل شرخ مثلا في الضلع بعد حركة بسيطة قوي ما كانتش بعد كحة بعد عطسة جمدة بعد حاجات من كده وده المفروض إن ده مش طبيعي أو تكعبل في سجادة حصل لها عنده شرخ الكلام ده هو إذا بدأ يحصل ابتدي أعمل الفحوص اللي هي فحوص هشاشة العظام وهو أهمها اللي إحنا بدأنا نسمعه دلوقتي في كذا اتصال اللي هو الدكسة أو فحص هشاشة العظام بالطريقة الصحيحة إذا الفحص ده واتطلع إيجابي فالمفروض إن المريض حياخد أدوية لعلاج هشاشة العظام طالما إن الحالة موجود وأغلب يظن إن الحالة دي بتبقى حالة مزمنة وبتحتاج علاج مدى الحياة الهدف منه إن الحالة ما تزيدش وإنها تتحسن شوي بتختلف الأنواع ما بين أدوية عن طريق الفم وما بين أدوية عن طريق الحقن والحقن دوت إما هو الحقن اللي تحت الجلد أو الحقن اللي هو الشهري أو الحقن السنوي زي ما دلوقتي موجود أي إن كانت طريقة العلاج فهو الهدف منها هو اللي إحنا قلناه ده هوت ودائما وأبدا نقول إن الوقاية خير من العلاج سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى إدانا تليين طبيعي وعلاج ممتاز للوقاية من هشاشة العظام إحنا دائما نقول له مريض الهشاشة أو اللي شكين عنده هشاشة نقول له تحرك ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالحركة دي خمس مرات في اليوم وهي الصلاة إذا وازب المريض على الصلاة بشكل طبيعي منذ نعمة أظافره إلى أن يلقاه الله سبحانه وتعالى حيلاقي نفسه عمره ما يجيله هشاشة لأن مجرد أنه هو يتحرك سواء إذا كان بيصلي في البيت مش قادر يتحرك إذا مش قادر ينزل يعني أو إذا كان بيقدر ينزل للمسجد الشوية دول حتى بس يروح الخمس مرات للمسجد ويرجع ويعمل تليين للمفاصل ده في حد ذات يعتبر علاج لهشاشة العظام سبحان الله ربنا خلانا نخرج للصلاة وخرجت بعد الشروق يبقى أنت هتتعرض لأفضل فترة فيها التعرض للشمس وحتاخد الأشعة فوق البنفسجية وهكذا في كل وقت هتلاقي ميزة سبحان الله العظيم وربنا يجعلنا من المحافظين على الصلاة في ختام هذه الحرقة يعني بنشكركم وبنتأسف أسفا شديدا لكل من لم نستطع أن نرد على أسئلته على أمل بإذن الله أن لو فيه لقاء تاني بإذن الله نرد على الأسئلة وسامحونا سامحكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الصحة كنز لا يفنى والمسلم أغلى ثروتنا والرحمة اسم ومسمى أضحت مفتاح سعادتنا للمرضى في الرحمة أمل يهديه طبيعا